اشتركوا في القناة في نابل أفناش في كل من سيليانا واسوسا بزهوان من 3 إلى 10 مليمترات بالقيروان وبين عروس 8 مليمترات سبعة في كل من من نوبا وتونس واسفاقص بالمهدية والجسرين 6 مليمترات وبالمونستير كانت من 1 إلى 3 مليمترات بالنسبة لسرعة الرياح بالجسرين 90 كم في الساعة 83 في بنزارة نابل 68-65 بتالاوة بيتبرقة 58 كم في الساعة بالنسبة اليوم الدرجات الحرارة تواصلت منخفضة خاصة بيتيلة ما فاتتش الخمسة درجات ببقية الجهات كانت ما بين 10 و 15 درجة الأجواء اليوم كانت كثيفة السحب الشمال والوسط والجنوب الشرقي مرفوقة بأمتار مؤقتة رعدية ومتفرقة الليلة زادت تواصل السحب بكثيفة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي مع أمتار متفرقة ومؤقتة رعدية وأحيانا تكون غزيرة بالمناطق الشرقية للبلاد الريح تكون شمالية شرقية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات تتقاوى فعليتها مؤقتا أثناء ظهور سحب رعدية تتجاوز سرعتها 70 كم في الساعة في شكلها بيت ودرجات الحرارة تكون في حدود الأربعة درجات بالمرتفعات وببقية الجهات تكون بين 10 و 15 درجة غدوة زادة الجو يكون ملائم من نزول أمتار مؤقتة رعدية ومتفرقة في كامل مناطق البلاد ودرجات الحرارة تعرف ارتفاع طفيف نشوفها مبعضنا من خلال قراءتنا التفصيلية 13 في كل منابل وتونس 14 في قليبيا 13 في زغوان وبنزارة 13 كذلك بيتبرقة 13 في جندوبة 12 في باجا 10 درجات بسليانا والكيف بتالة أقل في حدود 8 درجات نتوقعه 14 بالقيروان 14 كذلك بسوسة بالمناستير 15 14 بالمهدية 13 بسفاقس وقرغنا بسيدي بوزيد أفناش بالقصرين أقل 11 بالجنوب الغربي بقفصة 14 أعلى نسبيا بتوزر 17 16 بيكبلي بجهة الجنوب الشرقي تكون في نفس المستويات بقابس 14 14 كذلك بجربة 13 بمدنين 11 بيتطاوين وأفناش برمدة فيما يخص الملاحة والصيد البحري يتواصل الأعلام بريح قوية ويهم خليج جبس والريح تكون شمالية غربية بسواحل الشمالية متجع إلى الشمالية الشرقية ببقية السواحل سرعتها بخليج تونس ومنطقة سيرات تكون ما بين 15 و 15 عقدة تتقاوى فعليتها وتكون بين 15 و 20 عقدة والبحر يكون مصدرب ببقية السواحل البحر يكون شديد الافتراب سرعة الريح بخليج الحمامات ومنطقة الشابة وجربة تكون ما بين 15 و 25 عقدة وتصل مؤقتا إلى 30 عقدة أما بخليج جبس سرعة تكون بين 25 و 30 عقدة وتتجاوز مؤقتا إلى 40 عقدة نتعدى والدرجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية وقشط 29 20 بدار البيضاء وتقسي يكون صافي 13 بالجزائر أمتار بترابلس 36 بالخرطوم وتقسي يكون صافي 16 بالقاهرة أمتار ضعيفة بالبقاع المقدسة 23 بالمدينة المنورة 28 بمكة المكرمة 24 في أبوظبي والدوحة مع بعض سحب الجوي تونصافي بمسقط أمتار بالكويت 19 ببغداد مع بعض السحب 9 درجات بالقدس الشريف مع أمتار 15 ببيروت 14 بدمشق تقسي كونصافي بإسطنبول 5 درجات كذلك يتواصل تقسي صافي بروما 12 13 بمرسيليا جوي كونصافي ببيريز 8 درجات 6 بلندن 5 بجناب 4 ببروكسل بمدريد 9 درجات ولشبونة 14 درجة تطاول وضع الجوي إن شاء الله خلال يامات القليلة القادمة التي تعرف بصفة عام استقرار نسبي سحب تكون كثافة حاضرة في كامل مناطق البلاد درجات حرارة تعرف ارتفاع طفيف الريحة تكون شمالية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب في كامل مجالاتنا البحرية ينهار لحد درجة حرارة زي تعرف ارتفاع طفيف تقسي مغيم جزئيا في كامل مناطق البلاد الريحة تكون من القطاع الغربي ضعيفة إلى معتدلة والبحر يكون قليل الاتراب في كامل السواحل أوقات الشروق والغروب على الساعة السابعة و 31 دقيقة والغروب على الساعة الخامسة و 26 دقيقة طرق التواصل والاتصال موقع الويب الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجوي www.2.2 الموازع الصوتي و صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد موعد صليت بمدينة تونس لوم غد سليت الصبح على الساعة السادسة الظهر منتصف النهار و 35 30 دقيقة العصر على الساعة الخامسة على الساعة الثالثة و 6 دقائق المغرب على الساعة الخامسة و 27 دقيقة والعيشاء على الساعة ستسة و 57 دقيقة و نشكركم على حسن المتابع والاهتمام و ليلتكم زينة